موسيقى بشكركم على تغطية حدث يمكن ما يكونش واضح للناس مدى أهميته مقارنة بالأنشطة الرياضية لكن النادي الأهلي زي ما كنا تكلمنا قبل كده من فترة النادي الأهلي مؤسسة وطنية قوطنية عندها التزاماتها وفيه غير التزاماتها كمان الوطنية احنا عندنا التزام أدبي مع أعضاءنا نهاردة النادي الأهلي فيه عنده قطاعات كبيرة لازم يهتم بيها داخليا طبعا لا يخفى على الناس قطاع القورة وأنشاء نشاط القورة المهم جدا للأعضاء وغير الأعضاء وجمهور النادي الأهلي اللي بيمثل أغلبية العظمى من شعب مصر عندنا النشاط الرياضي وبطولات النادي الأهلي اللي بيشارك فيها لكن فيه نشاط ثقافي ونشاط فني لأن عندك قطاع كبير قوي من الأعضاء مهتم بيه لازم تديهم الأمزجة مختلفة الرغبات مختلفة فلازم يبقى فيه نشاط برضو بيناسب قطاع عريض جدا من الأعضاء فالنهاردة اللجنة الفنية عملة شغل قيس جدا وعملة احتفال بسيط ورقيق جدا وأغاني وطنية أنا بس مش بصفة عضو مجلس إدارة هنا أنا بصفة ولي أمر برضو بنتين اللي اتنين موجودين وبيغنوا مع الولاد ومبسوطين جدا أنا عايز أقول لحضرك أنا مبسوط جدا وأنا قاعد لأنه شايف أن بناتي بتغني أغاني وطنية وبيعرفوا يعني إيه بلدهم يعني إيه مصر ده بيعمق وبيزود الانتماء للولاد وبيعلمهم إزاي بمنتمين لبلدنا أعتقد مع الأجيال الجديدة دي إحنا محتاجين النشاط ده ومحتاجين نرسخ ده لدى الأولاد ونرسخ لهم حبهم لبلدهم وانتماءهم لبلدهم ويبقوا عارفين مدى عظمت بلدهم عشان يطلعوا حبنا زي ما احنا طلعنا بنحب بلدنا منتمين لها أولا طبعا احنا بنهن الشعب المصري كله بالذكرى 46 بنصاد حرب أكتوبر يمكن النادي الأهلي أول نادي في مصر كرم أبطال أكتوبر على مستوى الأندية وده كان السنة اللي فاتت السنة دي احنا بنعمل حاجة جديدة برضو ازاي بنربي ولادنا على الوطنية والانتماء وده دور النادي الأهلي طبعا لازم اوجه الشكر لأستاذ محمد يوسف أخوية ورئيس اللجان لان ده دورهم ده القائم على تنظيم الاحتفالية بالشكل اللي هيك شايفه ده دول ولاد النادي الأهلي وده دور برضو الثقافي وأشكر مديرتي المكتبات الأستاذة ولاء عبد الرازق لانها بذل مجهود بقى لفترة كبيرة جدا عشان خاطر ولادنا ولاد النادي الأهلي ازاي تعلموه ازاي بتعلموه في المدرسة ازاي برضو دور النادي بيعلموهم ازاي الانتماء لبلدهم الانتماء للتكريم لجيشنا والعظيم في انتصارات حرب اكتوبر فاحنا عملنا الحفلة دي عشان خاطر ولادنا النهاردة واهليهم برضو فخرين بيهم وان شاء الله بإذن الله دايما مصر في انتصارات يعني النادي الأهلي طبعا نصبق فيها حاجة النادي الأهلي دي دور من 1907 دور رياضي دور وطني دور ثقافي دور اجتماعي دور مسئولية مجتمعية اللي قبط نحمود الخطيب المؤسسة اللي احنا بنسعى وبنتحرك فيها وان شاء الله بإذن الله تظهر النور فده دور النادي على كل المستويات احنا شايفين الدور ده دور نحنا ده واجبنا زي ما اللي قابلين علمونا وزي ما اهلين علمونا زي ما يعني احنا تربنا في النادي كده تربنا من أسرة عسكرية النادي الأهلي في كتير جدا من ابنائه خدموا في قوات المسلحة خدموا في الشرطة المصرية خدموا في الهيئات القضائية هو ده دور النادي الأهلي واي نادي في مصر ده دوره ازاي النهاردة تعلم ولادك الاخلاق ازاي النهاردة تعلم ولادك الوطنية ازاي النهاردة تعلم ولادك الالتزام بقوانين البلد ازاي النهاردة تعلم ولادك احترام المؤسسات القائمة على حماية البلد وخصوصا المؤسسة العسكرية فده اللي حاجة احنا بنعملها واللي بنكمل بيه المدرسة برضه فبقى فيه نادي وبقى فيه مدرسة احنا تربينا كده انت تربيت النهاردة وانت رياضي اهم حاجة بالنسبة لك ترفع عالم مصر جنب عالم النادي الاهلي انت بتمثل مصر برا في اي محافل دولية باسم النادي الاهلي المصري فبترفع عالم مصر انت بتعلم ولادك كده النهاردة وده الدور بتاع اللجان المتخصصة السيد محمد يوسف قائم عليها رئيس اللجان الخدمية كلها فانا سعيد جدا بيهم وهم بصراحة كانوا مصممين خليني الاول اقول للمصر كلها كل سنة وانطيبة بمناسبة ذكرى حرب اكتوبر الحرب المجيدة حرب النضال اللي مزالت على فكرة انا في تقديري الشخصي مزالت موجودة ضد الارهاب الاسود اللي بتعيشه مصر واللي بيواجهها الرئيس والحكومة والقوات المسلحة بنفس الروح وبنفس النضال وبنفس القوة ثانيا خليني اتمنى الشفاء اللي كانت محمد الخطيب ان شاء الله هو بخير وربنا يتم شفاء على خير باذن الله احنا كليجان وعلى فكرة الحفلة دي كانت احدى افكارنا بالتعاون طبعا مع الادارة التنفيذية ومفت مجلس الادارة بس احنا حبينا ان احنا السنة دي ناخد منحة جديد شوي السنة اللي فاتت احنا عملنا حفلة كبيرة جدا كرمنا فيها رموز كبيرة جدا 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 من ابطال اكتوبر اعضاء النادي الاهلي واسر الشهداء اللي كانوا موجودين السنة دي احنا خدنا منحة مختلف شوي احنا حبينا يكون فيه تواصل بين الاجيال حبينا يكون ان ولدنا والشباب ليهم دور في احياء الزكرة وبالتالي عندنا الحفلة دي اذا ما شايفين دول كرال ابناء النادي الاهلي كلهم النهاردة بنقيم حفلة على هامش احتفالات حرب اكتوبر من ابناء النادي الاهلي بننمي الروح دي جواهم ثانيا عندنا رحلة كبيرة جدا مش حادر اصرح بيها دلوقتي احنا بناخد بيها موافقة دلوقتي حتى جمع اطفال واسرهم اكتر من 300 او 400 عضو من اعضاء النادي الاهلي حيزوروا مكان معين مش حادر طبعا انا افسح عنها دلوقتي الحاجة الثالثة ان احنا عملنا فيلم تسجيلي اعتقد ان القناة النادي الاهلي مشتركة معنا فيه وليها فضل كبير فيه مع رموز اخرى من رموز حرب اكتوبر اعضاء النادي الاهلي فالاحتفال السلفات كان شكل حفلة السنة دي انا شايف ان فيه تواصل اكوى واشد من حفل السلفات النادي الاهلي احنا مش عايزين نزايد بس ان احنا قلعة الوطنية في مصر يعني مش يعني الكلام ده اصبح مستهلك من ناس كتيرة مش عايز اخوض فيه يعني لكن هو الدنيا افعال ولاست اقوال النادي الاهلي النهاردة لما بيغرس جوه ولاده هذه الروح وبياخدهم الى اماكن محددة عشان نغرس فيهم الروح دي وروح مصر وبنشوف طفل صغير عن 6-7 سنين بيتغنى باسم مصر مع والده والدته واسرته اكيد هو ده الدور الحقيقي مش الدور ان انا اقعد اطنطن بكلام مش موجود على الارض الواقع النادي الاهلي هو قلعة الوطنية المصرية منذ ساعة زفلول ومن قبل يا جماعة خلونا دايما نتحدث بهذا المنطلق يعني موسيقى